اشتركوا في القناة 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 عجلة العربية بيكون غير متزنة دانيميكيا كلمة دانيميكيا يعني يعني بيبقى فيه جزء أتقل من جزء دعا ده فبيجيب بيئيس الجزء الأخف وبيحط مثلا فيه عندي قطعة الرصاص وبيختبر على الجهاز الترصيص وبيركب العجلة بعد كده بتكون متزنة دانيميكيا ماشي؟ أو ميكانيكيا لما بتيجي الدور بقى على سرعات عالية بيكون ما يحصلش المشاكل اللي كانت موجودة قبل ترصيص العجلة هيعلى كده على أي جزء دوار في المحرك يعني مثلا قلتلك عندي عجلة الإطارات عندي مثلا عمود الكردان لو كانت العربية ده فيخلف العمود الإدارة أي أجزاء دوارة أي أجزاء دوارة في العربية غير متزن أو غير جزء الميكانيكي ده غير متزن هيصل عنده ضوضاء عالية جدا تمام ولذلك هنبول التحكم السلبي في الضوضاء يبقى لازم فيه جودة فيه جودة فيه إنتاج الأجزاء الميكانيكية بحيث يكون تقول الأجزاء الميكانيكية الموجودة فيه إصارة متزنة اتزان ديناميكي وبالتالي هيبقى فيه نعومة في تشغيلها وعدم حدوث الضوضاء النتجة عن التشغيل نرجع مع بعض تاني للجزء قل بداية يجب أن يكون تصميم أي جزء ميكانيكي متزن ومصمم جيدا حتى لا تحدث اهتزازات عالية الهتزازات العالية دي هتبقى نتجة عندما عدم الاتزان اللي هي ديناميكي للجزء الدوار وبالتالي دوضاء طيب بقول لي ويمكن أن تقل الدوضاء أيضا مع وجود تصميم مع وجود تصميم ديناميكي جيد لمسارات الهواء والإيه والغاز الجزء ده طبعا مهم جدا طبعا الجزء ده اللي هو الخاص بالإير ديناميك أو اللي بقول عليه اللي هو الجزء اللي هو لتيجة انسياب الهواء أو احتكاك الهواء على جسم الإيه صار وخاصة زي ما احنا عارفين أو درسناه قبل كده منقول عندي مقاومة الهواء دي كانت تكروها كانت بتساوي معامل الهواء مضروب في المساحة مقدمة الإيه السيارة مضروب في مربع سرعة الإيه السيارة وكان العامل الأساسي هنا على أساسه بتزيد مقاومة الهواء أو بتقل مقاومة الهواء على جسم السيارة لهو سرعة الإيه السيارة واتجاه السيارة من الريح طبعا نتيجة احتكاك الهواء على جسم السيارة فبتزيد مقاومة الهوى على جسم العربية وبالتالي أيضا بيزيد الصوت أو الضوضاء النتيجة عن انتياب الهوى على جسم الإيه السيارة وذلك الشركات المنتجة للإيه السيارات بدأت أنها تعدل من الشكل الخارجي لجسم الإيه السيارة يمكن الشكل بالنسبة لي أنا كمستخدم عادي للسيارة بيهمني الشكل الخارجي للإيه العربية يا الله للعربية دي شكلها أحلى من العربية دي دي ميقصر مش عارف عمل لي مثلا المريات بشكلها إيه الفوانيس بشكلها إيه الإطارات بشكلها إيه الأقرة بتاعت الباب الأول كانت برزة جوة برزة واخير جسم السيارة لأ تلوقتي إيه خليها بقى جوة إيه باب العربية عشان يقلل حتى شوفي التفاصيل الصغرى دي علشان يقلل مقاومة الهوى على جسم إيه السيارة ولكن الشركات المنتجة طبعا للسيارات هي بتدرس مدى تأثير مقاومة الهوى على جسم السيارة وبتعدل في شكل العربية عشان أولا تقلل مقاومة الهوى على جسم السيارة وبالتالي ده بيقدر يزيد من قدرة الإيه السيارة طبعا بالإضافة للشكل الإيه الجميل بالنسبة للغاز أنا عندي بما يعرف عندي مثلا إيه علبة الشكمان بتاعة العربية تمام؟ أنا عندي الغازات العادة بتطلع من المحرك بضغطي يمكن حوالي أربع ضغط جوي الصوت الغازات العادة وهي خارجة لو أنا قرقتها من المحرك إلى الجو مباشرة طبعا بتسبب لي طبعا نتيجة اختلاف الضغط ما بين الضغط اللي هو خارج المحرك حوالي ولتلك أربع بار لواحد بار اللي هو الضغط الجوي ده طبعا بيساق صوت عالي جدا فأنا بعمل ايه بعمل مصارات للغاز علشان بوضيه بقى في مصارات ملتوية علشان أقل من صراته وبالتالي بأقلل ايه ضغطه ولذلك بسميها مخفتات صوت العادم يعني ده يلاحظ أوي لو عربية مثلا فيها مشكلة في ايه في انبوبت العادم بتاعتها ممكن صوت العربية بيكون حل جدا تمام وده بيأثر ايضا على كفاءة المحرك ولكن علشان أخفض الصوت ده أو أخفض الصوت ده خالص نوضوضاء ماشي بأخفض الصوت خالص وممكن العربية وهي شغالة ما تسمع لش صوت العادم خالص بعكس مثلا لو افترضنا لو انت قارنت ما بين محرك مثلا أو سيارة ودراجة نارية وموتسكل موتسكل المخفتات العادم فيه بتبقى يعني بتبقى قليلة جدا لان الجسم موتسكل نفسه ما قدرش أخد المساري الكبير زي مثلا ايه زي السيارة فبيبقى لها من صوت الموتسكل ما يكون أعلى من صوت العربية مع ان المحرك كان صغير تمام ان العربية بعمل فهم مخفتات لصوت الايه العادم ده المقصود هنا هو الجزء التاني اللي احنا قريناه مع بعض نرجع نقرأ تاني هنا بيقول لي ويمكن ان تقل الدوضاء ايضا مع وجود تصميم ماشي ايدر ديناميكي جيد لمسارات الايه الهواء لو مسارات الهواء على جسم السيارة والغاز لو طبعا لو مخفتات صوت الايه العادم ثانيا استخدام مواد تنتص الدوضاء ماشي اقرأ تاني استخدام مواد تنتص الدوضاء والطاقة الاهتزازية وهذه المواد المبطنة التي تقلل الايه الضوضاء وفعلا في الشركات تلوقتي اللي عندي لو مسكت هيكل الايه السيارة يعني العربية بتبقى عبارة عندي هتكلم على العربية مثلا ملاكي طبعا هي عبارة عندي لو فرقتوا على الافلام المتوفرة مثلا على الايه النت بيجيب لك مراحل تصنيع الايه السيارة بتيجي عبارة عندي عن الواح من الصج ويتم طبعا تقطعها بشكل معين بتخش على مكانات تشكيل للصج بشكل معين بيتم لحم الايه هذه الايه القطع بيبقى عندي فراغات ما بين الاجزاء الايه المعدنية ده اللي مهم بقى لو احبزه تمام؟ فبيتم حقن هذه الايه الفراغات اللي ايه ما بين طبقات المعدن بمواد ماشي هذه المواد بتعمل عازل للايه الصوت ويمكن هديك مثلا مثال بسيط جدا وده موجود عندي في الحياة العامة حتى ويتم طبقه فعلا في جسم الايه السيارة كلنا شفنا الحوض بتاع المطبخ اللي هو الحوض الاستلس بتاع الايه بتاع المطبخ لو جيت تحت الحوض هتلاقي ان فيه قطعة من المطات مسبتة اسفل الايه الحوض الاستلس ده بتاع المبلغة والمعدن طب القطعة دي بتثبتة ليه نتيجة ان انت ممكن تفتح المية نتيجة ايه استضام المية مع الايه مع الحوض المعدن ده لو مثلا الاستلس الاستلس معروف ان عنده نتيجة الايه تعرضه لضغط المية اللي نزل عليه ممكن يصل فيه اهتزازات الهتزاز بينتج عنها صوت عالي علشان يخمد هذه الهتزازات بيجوم ايه عامل ايه جاي بالحطة المطات دي يعني مربع مطات كده لازقوا فيه الايه حوض الاستلس من اسفل علشان ينتص الهتزازات الناتجة عن الحركة اللي حصلت في الايه المعدن كذلك ايضا برضو نسبة لي مثلا عندي فيه السيارة ممكن عندي ان السقف السقف بتاع الايه بتاع السيارة طبعا معمول من الايه الصاق مقوى ببعض العوارض طبعا للايه للحماية ممكن ان هو مثلا السقف ده ممكن نتيجة الايه الهوى يعني قلنا هنا فيه الايه في ديناميك ممكن نتيجة ايه ضغط الهوى على سطح الايه على سطح مثلا العربية او عند تساقط المطر على سقف العربية لو انا السقف ده مع الكتوش ان هو ممكن يهتز ها وما فيش ممتص ليه الايه الحركة الايه الهتزازية بتاعته ممكن ده يسبب لي طبعا اصوات هنا ايه عالية وهنا يفسر ليه في النقطة التالتة نقراها مع بعض تاني بيقول لي استخدام مواد تنتص الدوضاء والطاقة الهتزازية وهي المواد المبطنة التي تقلل الايه الدوضاء زي ما قلت لك ان السيارة فيه فراغات ما بين الاجزاء معدنية بيتم حقنها بهذه المواد وفايدتها انها تنتص الايه الصنامات طيب اسليم الغاء الدوضاء ازاي الشركات بدأت انها تلغي الدوضاء الناتجة عن الايه العربية نيجي نشوف كده مع بعض اول حاجة بددات الايه الدوضاء عبارة عندي عن ايه بقول لي وتعتمد فكرتها على انتاج موجة عكسية لموجات الدوضاء فتكون المحصلة هو يلغاء جزء كبير من هذه الايه الدوضاء يعني ايه الكلام ده يعني بصها جمعا انا هفترض تلوقتي انه ده مصدر الدوضاء تمام طيب مصدر الدوضاء ده زي ما قلنا انه مصدر الدوضاء هنا مش بيسه ايه بيسه انه عبارة عندي عن تردد اوهار عندي عن ايه عن تردد والله التردد ده زي ما قلتلك فاكرين لما عرضنا صورة قلتلك مهمة بالنسبة لي عاوزها فهم يعني ايه دورة الدورة دي لها حدوث الدورة جزء في الموجة و جزء ايه في السالب فاكرين لما قلتلك انه فيه جسم علقته كده هو ساكن وحركته هيتحرك حركة ايه بندولية ريح جاي تمام فالحركة البندولية دي هيبقى فيه جزء فين في الموجة وفيه جزء فين في السالب يعني شكل الموجة جاي كده تمام قلت لك الموجة دي بتعتمد على عدوس الموجة كاملة في زمن مقداره واحد ثانية ده اللي بسميه لإيه التردد طيب الحركة دي ده كده كل ما تعله بقيمة X هيها تزيد طيب أنا عندي لو أنا الفكرة كلها بتقول إيه بتقول طب أنا عندي هجيب هجيب مقياس للترددات دي هجيب مقياس ده مصدر الدوضاءه ده مثلا المحرك تمام والمحرك ده بيعمل ضوضاء طب أنا هجيب سماعة الفكرة نحن نقرأها طالقتي مع بعض هجيب سماعة السماعة دي أو زي أو ميكروفون يعني ميكروفون ده من خلاله هاخد الصوت ده تمام هيروح لمعصن لوحدة التحكم وحدة التحكم ده هات ايه هترسم هترسم الموجة هعرف قيمتها ده ايه وترددتها ده ايه وبناء عليه انا ممكن احط سماعة في الاتجاه المقابل تديني نفس التردد طب التردد ده جاي كده والتردد ده جاي كده اللي اتنين هنا لو القوة دي ساوت القوة دي تبقى المحصلة ايه محصلة سفر تمام او هتبقى اقلل مصدر الايه التردد او اقلل مصدر الدوضاء يبقى الفكرة كلها ان انا هحط زي ميكروفون الميكروفون ده هاي ايه هاسمع الصوت اللي جاي مثلا من المحرك احوله لايه لتردد التردد ده هقيسه واعرفه وبناء عليه ممكن يكون فيه سماعة مثلا في الاتجاه ده تديني تردد في الاتجاه المعاكس يحصل هنا ان الاتنين يتلاشوا مع بعض تمام زي المثال بسيط جدا انت حتى في ايه 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 الصوت بتاعك بيطلع لك على شكل ايه ربما ايه شكل ومضات كده بيطلع لك او ممكن في صورة ايه مؤشر المؤشر ده هو عبارة عندي على قيمة التردد اللي طالعها من الصوت ممكن الصوت لو واطي بتلاقي مثلا اللمضة اللومة دي ها زي الكولايزر كده بيديك ايه صوت واطي كل ما هيعلى بصوتي هلقي ان الليه المستوى بيزيد ادي طريقة الكياس انا بقيس التردد الناتج عن مصدر التلوث وبناء او مصدر التلوث كده مع بعض بعد ما ما فيه منها بيقول لي ايه بقول لي وتعتمد فكرتها على انتاج موجة عكسية لموجة الايه الضوضاء فتكون المحصلة هو الغاء جزء كبير من الايه الضوضاء طب تحننشوف كده مع بعض ادي استخدام من ضدات الايه الضوضاء عندي ادي الموجة اللي انا استهى اديتها موجة في الاتجاه الايه المعاكس حتى لو تلاحظ ان الاتنين تقريبا شبه بعض هيبقى الناتجة عندي ايه بص هنا موجة عاملة ازاي دي الموجة اللي هي مفروض انها توصل للايه للسائق طيب التغذية الامامية الرقمية ده بقى النظام الايه النظام الحديث بقى الموجود في السهرات تمام تعال نشوف عبار عندي عن ايه واللي هتستخدم لتقليل الضوضاء الناشئة في مسارات الهواء عن طريق التحكم الرقمي في سماعة موضوعة في مسار الهواء وميكروفونات لقياس وكذلك وحدة ايه تحكم جزء لانا قلتولك اكبر حاجة ممكن تسبب لي صوت عالي جدا بالنسبة للايه السيارة اللي هو المؤثر الخارجي اللي هو نتيجة احتكاك او ملمسة الهواء على جسم الايه العربية انا قلتلك في الاول خالص قلتلك اننا عندي جودة تصميم الاجزاء دورها من المخرج ده بتقلل الايه الضوضاء في عندي اننا ممكن اننا بحق مادة منتصة لايه استطمت ما بين الاجزاء المعدنية وكذا بقلل فرص تلامس ولكن في عندي حاجات خارجية ممكن تأثر اللي هو زي جسم الايه نتيجة ملمسة الهواء على جسم الايه السهر عشان يعالج الحكاية دي في الصراعات الحديث عمل ايه انا قل لي واستلم تقليل الدوضاء الناشئة في مصارات الهواء عن طريق التحكم الرقمي لو اديجيتال يعني التحكم الرقمي لو التحكم الايه الديجيتال هو التحكم الالكتروني يعني دي عبار عندي عن سماعة موضوع في مصاري الهواء وميكروفونات لقياس وكذلك وحدة ايه تحكم طيب لو انا قلت انهي انهي انا حساس وانهي مشغل جب اذا الميكروفون الميكروفون ده فايدته علشان من خلاله هنقل صوت تلامس الهواء يبدأ كنه حساس الميكروفون ده هو اللي هينقل صوت تلامس الهواء على جسم السيارة هيروح لوحدة الايه التحكم وحدة التحكم هتقدر من خلال الصوت اللي جالها من الميكروفون هو يتحول لإيه او هتقرأ لو هتقرأ التردد بتاعه وبناء عليه هتدي امر تشغيل اللي هو للسماعة انها تصدر تردد مش جوره صوت يعني تصدر تردد ولكن في اتجاه معاكس لتردد الايه الاصلي اللي اتنين مع بعض يا ايه يتلاشوا مع بعض او يكونوا المحصلة بتاعتهم طبعا صوت ما فيش تمام او دوضاء ما فيش نشوف كده مع بعض ادي الايه الشكل بتاعي اللي هو التحكم في الدوضاء بسميه بالتغذية الايه الامامية طبعا عندي هنا ادي مثلا على سبيل المثال هنا طبعا في القياس بتاعي يعني ادي مثلا مروحة المروحة دي بيزر عن تشغيلها يعني ده الشكل بس تعش ان نفهم ادي هنا المروحة دي بتولد هوا الهوا ده مثلا لو مشي في المصورة دي فالمصورة دي او المصار ده هيكون في صوت هوا صوت الهوا ده نوع ناشق بقى نتيجة استضام الهوا مثلا مع المروحة ونتيجة تلامس برضو الهوا داخل مصارات الهوا هيندج عنه صوت عالي الصوت ده هعرفه عالي انت او قال لي انت عن طريق ميكروفون الميكروفون اللي احنا شايفينه اهو الميكروفون ده هيبعت الصوت ده في ميكروفونات اهي لو انت شايفينها في ميكروفون مثلا هنا قبل وبعد الميكروفونات دي اهي بتقسلي بتديني صوت طبقة الصوت او علوة صوت او يعني منه بعرف التردد بيروح على وحدة التحكم وحدة التحكم بتاخد الصوت اللي جاء من خلال الميكروفونات دي بتقدر تحدد ايه قيمة التردد بتاعه وبناء عليه بتدي امر للسماعة دي بتصدر صوت او بتصدر مش صوت بقى بتدي تردد ولكن في الاتجاه المعاكس للترددات اللي هي الاصلية وبناء عليه كده الاتنين لو تساوي طبعا هتبقى المحصلة بتاعتي سفر وكده بقدر اقلل من الضوضاء الناتجة عن تلامس الهوى على جسم الصراع او نتيجة مصارات الهوى في ومنامسته في جسم الايه الصغير ايضا بالنسبة لي في عندي حاجة اسمها التغذية الخلفية المتزمنة في تغذية امامية امامية متزمنة وفي عندي تغذية الخلفية الايه المتزمنة طيب تعالي نشوف كده مع بعض دي عبارة عندي عن ايه قال لي بقول لي وهنا يتم قياس سرعة الدوران المحرك يعني هنا لو انا عندي بقى الفاد لو كان هو مصدر خارجي لو مصدر مثلا انه هو نتيجة تلامس الهوى على جسم السيارة او نتيجة هو مسارات الهوى مع جسم السيارة تمام طبعا مسارات الهوى دي انا عندي فيه عمدي امبوبة السحب بسحب من الهوى الجو طبعا لتخذية المحرك بالهوى فده ايضا دخول الهوى وكل ما زاد الصوت العربية واتجاه العربية من اتجاه الريح طبعا كل ما زاد صوت ضوضاء الناتج عن مسارات الهوى طيب فيه جزء داخلي طب الضوضاء الناشدة عن دوران المحرك ازاي يقدر عالج ممكن الضوضاء الناتجة عن الاجزاء الدورة وخاصة مثلا هاخد هنا مثال كالمحرك هنا بيقول وتم قياس سرعة دوران المحرك ثم عن طريق وحد التحكم يتم التحكم فيه انبوب العادم لخفض الدوضاء نقف هنا النقطة دي مهمة جدا معروف عندي ان كل ما زاد سرعة المطور كل ما زاد تتابع خروج ذات العادم من المحرك وكل ما زاد سرعة تتابع خروج ذات العادم فاكرين لما قلت لك ان اي صوت اي صوت هنا طبعا صوت والعادم هنا يصح الدين اللي اتنين ممكن صوت والدين ترددات والدين ايه ترددات وعرفنا ان عندي في حاجة اسمها الايه لو تفتكروا الايه تمام الموجة وقلنا الموجة الموجة الوحدة لو حصلت قيمة في الموجة وقيمة في السالب خلال ثانية واحدة اللي بسمها الايه الموجة وكل او اللي هو بسمها الايه التردد كل ما ايه التردد ده زاد تكراره خلال ثانية واحدة فأنا كده بيسبب الضوضاء الايه العالية طيب في علاقة ما بين سرعة دوران وسرعة قروج غزات العادم وقلنا كل ما زادت سرعة من انبوب العدم او اللي هو من ايه من علب العلبة الشاكمان او اللي هو مخفف صوت الايه العادم طيب التتابع ده لو زاد هيزيد معا الدوضاء الناشئة عن تشغيل الايه المحرك وطبعا انبوب الايه العادم طيب يعمل ايه تعال نشوف بقى مع بعض الجزء ده ده احنا بنقرأ فيه وليه هنا يتم قياس سرعة الدوران المحرك ثم عن طريق وحدة التحكم الالكترونية يتم التحكم فيه انبوب العادم لخفض الدوضاء وهذه الطريقة تستخدم في حالة معرفة الترددات الرئيسية للدوضاء وعلاقاتها بسرعة الدوران الايه المحرك تمام يبقى الطريقة دي تستخدم انت لو انا عرفت لو انا عرفت هنا الايه المصادر الطبيعية بالنسبة للسرعة ولو تكره في حالة قبل كده قلتلك بالنسبة العربية عامة المحرك مصدر دوضاء عندي مخفض صوت العادم مصدر للايه الدوضاء عندي اجهزة تعليق مصدر للايه للدوضاء تمام انا هنا خدنا كمثال لهو الايه المحرك وبقول له هنا وهنا يتم قياس سرعة الدوران المحرك ثم عن طريق وحدة التحكم يتم التحكم في انبوب الايه العادم لخفض الدوضاء وهذه الطريقة تستخدم في حالة الترددات الرئيسية ماشي ترددات الايه الرئيسية للدوضاء وعلاقاتها بسرعة الدوران الايه المحرك انه كل ما زادت سرعة الدوران المحرك كل ما زادت الايه الترددات كل ما زادت الدوضاء الناشئة عن طبعا تشجيل الايه المحرك طيب ادي الجزء الخاص بالتحكم في الضوضاء بالتغذية الخلفية نيجي نشوف هنا عبارة عندي عادي برضو عبارة عندي هنا الانجين او لو هو المحرك ادي مصدر الضوضاء اهو بعد كده ادي طبعا المحرك غزاتي العادمة هتمر على اجهزة خفض الضوضاء تمام وبعد كده هقدر ان انا اقيس الضوضاء النشاء عن المحرك عن طريق الميكروفون وعن طريق الميكروفون ده هبعد اشارة لوحدة التحكم ووحدة التحكم هتتدخل لتقليل الضوضاء النتيجة عن تشغيل المحرك على سرعات عالية لو هيحصل عندي تتابع سريع اوي لخروج غزات الضوضاء العادمة بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ارجو ان احنا نكون نوفقنا في توضيح الجزء الخاص بكيفية التحكم في الضوضاء او كيفية القضاء على الضوضاء النشئ عن تشغيل الضوضاء واترككم في رعاية اللو امني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة